اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالهانت هي منطقة لازم انت هاي المنطقة تعرف شين العضلات الموجودة بيها تعرف شين البونز الموجودة بيها وبالنسبة للجوينتز حتشينها بالمحاضرة السابقة لا بأس عيتها لكن انا اش راح اسوي حتى احقق الغايتين انه راح اتوسع لك بالمحاضرة وراح اشرح لك على البرنامج يعني تطلع انت من هاي الساعة من هذا الفيديو راح تطلع انت توب وامورك مسيطرة تمام؟ نتوكل بالنسبة للهانت هذه المنطقة اتفقنا انه مثل اي منطقة بالجزء لازم نعرف كل تفاصيلها فنجأ اولا بيها بونز لا لا اي نعم بيها بونز شنو هذني البونز نرجع ونعيد هذه البونز هنا شا اتفقنا اتفقنا اللي هو نسميه الكاربل بونز مو صحيح؟ اوكي شنو النياب هذني الكاربل بونز هذني الثمانية فاول عظام من الهانت اللي هنه الكاربل بونز وبعدين الميتا كاربل وبعدين الفلنجيز الكاربل بونز الثمانية وطبعا كفد ملحوظة حلوة وهي شنو البيزي فورم مايبين بوستيريار يعني ذو لكلهم بوستيريار شوفها سهنان سوري تمام هذا اللي هو البيزي فورم شوفها بوستيريار اللي موجود لا فهين انا خاف ملحوظة يجيب لك لكيها بالامسي كيوب تمام حتى لو ما مكتوبة في محضاتكم بس هستشفت هوا اياي من خلال التطبيق انه هو هذا العظم الوحيد اللي فقط انتيريار دعبة اللي صغيرة تتواجد فقط انتيريار بوستيريار لا تمام فسكافويد اليونيت تركو ترمبيزيفوم توابيزيوم توابيزويد كابيتيت والعظمة الكبيرة اللي هي هامات حلو هذن الثمانية الكاربال بونز بعدين نجي المن نجي للمتا كاربال بونز وفاينالي اللي هو آخر شي الفلنجيز اللي هي السلاميات هذن هن عظام الهاند هذن هن عظام الهاند ايقلك يا با عظام الأصبع اللاترولي اللي هو الثمب والبقية الأربعة ديجت تمام والهاند بيها وجه بيها قفة بيها بالم وبيها دورسن حلو نجي سهنان رح نتناول أهم الستروكترس اللي موجودة بالهاند تمام نجي نشوف شنو أهم المواضيع ناخذ هن واحد واحد يقلك انت أول ما رح تفتح الهاند انت مثلا جراح شقيت الجلدة ش رح تشوف رح تشوف الآتي هسه لفرضا انت جراح تمام قصيت اللي هو الجلد اللي موجود على الهاند وانصدمت ش لقيت لقيت الآتي لقيت هاي تمام شنه هاي شوفها عبارة عن شريحة اللي فيها تمتد بشكل مثلث وتاخذ الأربع عصابة شوفوا لياها هاي شنسميها هاي نسميها اللي هو هاي نسميها هذا شنه هاي هي عبارة عن عبارة عن طبقة اللي فيها هاي طبقة اللي فيها ما اخذه شكل مثلث وين متواجدة يجب الامسي كيو مو بالقفة بالبطانة الهاند مو صحيح زين القاعدة مالة هذا المثلث يعني البيس انه هنا اكو تندا اسمها بالمارس لونقوس اسمها بالمارس لونقوس فهي تمشي وبالبالمارس لونقوس وتروح تروح هنا الى هذا اللي هو الدجيتس تمام تمشي يعني شنه يعني طوليا طوليا وتروح الى الدجيتس الى الأصابع شنه الفكرة هاي أيضا الله سبحانه وتعالى خلها نوعا ما مثل الحماية حتى الفيزلز الأوعية الدموية والعصاب وعضلة اللي هو long flexor tendons هذاني مو أكو عضلات flexors تجي قلنا من الفور آرم هذاني يكون التندن مالتهم طويل فالله سبحانه وتعالى خل هذا الهن مثل الكبر مثل الكبر إذن من باب الحماية فعرفتوا شنفايتة الpalmaroponeurosis إنه الأوردة والblood vessels تمر من تحته النервز أيضا تمر من تحته والتندنز اللي هن الأوتار مال العضلات الفلكسرس الطويلة أيضا تمر من تحته هذا بالنسبة علم للpalmaroponeurosis تريد رويكيها حتى ما تنساها صار وتتدلل شوفين أنا الpalmaroponeurosis شو راح أسوي راح أخفي تمام شوفين أنا الأوعية الدموية والعصاب اللي كلها ظهرت من تحته وباعوا شوفوا شوفوا هذا التندن باعوا هذن التندنز الكبار ما الفلكسر ديجيتوروم قلنا هذا التندن اللي العضلة شبيرة اللي تمر الأربطة اللي تمر التندنز مالتها على الأربع أصابع فنسميها الديجيتوروم شوفوا منه كان حاميها من فوق الpalmaroponeurosis منه كان حامي الفيزلز من فوق والنيربز من فوق هو الpalmaroponeurosis هاي هنا الفكرة حلو نيجي المنهس هنا نيجي إلى المسلز أوف ده هاند المسلز أوف ده هاند تمام عضلات الهاند هسذا نيجي نشوفها إنه نقسم المجموعتين حسب المنشأ أكو عضلات هن منشأهن من الفور آرم باوع منشأهن من الفور آرم وجايات راحات للهاند نقول عليها extrinsic muscles اللي هسا أنا ما رح نتناولها اليوم لأن احنا اتهمنا العضلات الانترنزك يعني الداخلية يعني اللي منشأهن وأصلهن وامتداتهن بالهاند مثليش مثل هاي مثل هاي مثل هاي مثل هاي تمام هذني المجموعة اللي هنا نيمل بهام نقول عليهم thinner eminence والمجموعة اللي يمن الأصبع الصغير نقول عليهم اللي هو الhypo thinner وبالأضافة إلى أنه أكو عضلات ما بين الفلنجيز واللي يمن أكل اللي هو الانترفلنجيال وأكل لمبريكال وما بين الأصابع ذني كلهم راح نتناولهن هذن المجموعة من العضلات اللي هنا حصريا بالهاند ما لهن أي امتداد للفور آرم فشو نقول عليهم ذني intrinsic شو ننهي ذني الانترينزيك تمام اللي هن thinner muscles تمام هاي هنانا thinner والhypo thinner اللي بالأصبع الصغير بالأضافة إلى أكو عضلة مميزة السوي adduction الدكتور للثمب رح نجي نشوفها اسمها الدكتور بوليسس هاي هي اللي هو الدكتور بوليسس السوي الدكتور للثمب تمام أكل اللي هو ما بين الأصابع الانتر أوسيس muscles والأمبركال muscles هذن الخمسة very important يجن بالأمسي كيو رح نجي ناخدهم واحد تل والآخر أو وكل واحد شن النير يعني مرتبة المحاضرة ومختصرة فهد شي كلش تمام بحيث ما الهداعي دوخة مصادر وكل مصل وتحفظ شن النير بمالتها لا هن عزلا وترتبا بحيث يجنك أمسي كيو مية بالمية دكتور شون يجني أنا قل لك كل مجموعة تعرف ذني وين شي سوين اكشن وشن النير مالتهم هاي هاي اللي انت مطالب بالأنتومي لأن انت ذا عرفت النير وذا عرفت الفنكشن مالته من نسيلك هذا ذا النير ذا عطل شي يصير رح تقول لدكتور هيك حركة ما قدر أسوي عافية يا بطل المجموعة الأولى الثنر مصولز شنو هاي الثنر موجودة باللاترال سايد يعني وين موجودة قرب قاعدة الابهام هي المسؤولة عن دكتور شنو هذا الانتفاخ هاي الله سبحانه وتعالى من خلقنا مو هذا الانتفاخ موجود طبيعية كل البشر ايه هذا الانتفاخ اللي موجود باللاترال سايد بالجزء اللاترال من هذا هو بسبب تواجد الثنر مصولز اها دكتور شنو هذا الثنر مصولز انا قللك عضلة عضلة رئيسية تسو فلكشن للثم فنسميها تذكرون قلنا بالمحاضرة سابقة قلنا اي عضلة مرتبطة بالثم تمام او من تسمع كلمة يعني الاصبع الكبير يعني الثم فاكو فلكسر و اكو يعني اللي سو و اكو اللي هو ايضا ايضا تساهم بالفلكشن زي راح تقل لدكتور والعضلة اللي تسوي لي ادكشن شو ما جبتها طاريها انا قللك اللي سوي ادكشن تمام يعني شو نقول ما موجودة منطقة منطقة الثنر لا لها امتداد على الاصبع احنا مناخذنا هذن العضلات سميناهن ثنر مو لئن مرتبطات بالثم وانما لئن كلهن بنفس المكان كلهن بنفس المكان بنفس مكان الثنر فسميناهن ثنر مصولز تمام فالثنر مصولز اللي هو عضلة سوي ابداكشن للثم وعضلة سوي فلكشن للثم واخرى مساعدة الابون هذن كلهن من اللي غذيهن الميدي النير شوف لي تدلل من عيناي تمام هاي هنانا خير مثال اللي هو الابدكتر بوليس هاي الابدكتر بوليس هاي اخفاء هاي اللي هو شنو الابون شوفوا هاي هنانا اللي هو الابون تمام ما أعرف مرات هو ما يضيفون حركت نشوف هاي هنانا زين هاي الفكرة سهنا تمام زين فيصير هنانا مثل الابندنج من تريد تلو الثم مالتك من تريد سوي باندنج للثم من تريد تلو الثم تمام هاي سالفة اللي هو شنو اللي هو الابون الابون فالابون وي الفلكسر بوليس تثني الثم تطوي نقول عليها بينما العضل الثالثة من اسم هذي تبعد الثم شون يعني ايه عنان اقل لك هس نسوي ها رح افر الفيديو بالعكس انه من تسوي ه ه شوف شون بعدت الاصبع لو لا بعدت 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 شوف بعدت هاي الحركة اللي تبعد الاصبع هي نقول عليها الابدكتر محاضرة اضيف معلومات ثقل عليكم تمام فاضيف بصوتها حتى مجرد اريدك تفهم انه مرات تقرون انتو وتوصلون ان شاء الله مراحل اخيرة بالطبو تذكرون هالحجائة تقرون بالكاربالتنال انه من ينعصر الميديان نير هاي المنطقة يبدي حتى هذا الاسوالنغ يخف فنقول عليها اتروفي تبدي تفش ليش الجواب كاربالتنال جاي ينعصر بها الميديان نير حلو ميديان نير شي غذي عضلات الثنر اذا عضلات الثنر ما وصل لها تغذية رح يصير بها كونتركشن لا واذا ما صار بها كونتركشن تبدي يصير بها اتروفي اي اذا صار اتروفي بعضلات الثنر هذا الاسوالنغ رح يخف هي هاي هنان الفكرة هذا بالنسبة لمجموعة الثنر تمام اكفد منطقة هنان بالثنر مميزة واللي هي هاي تكون موجودة بالدورسل بالدورسل تمام ابقف الهانت شي اسمها anatomical snapbox هاي كلش مهمة تجيب الامسي كيو وكرر هاي كلش مهمة تجيب الامسي كيو شنها هاي الاناتومical snapbox تمام هاي الاناتومical snapbox خليها بالك وهي عبارة عن طسة مثلثة منتجي هسا انت شوية تسوي extension للثنب منتجي هيت الثنب بترفعه مو راح تحس اكو مثل الطسة مثلثة صارت اي هاي ليش انت من سويت extension للثنب مالتك هاي العضل الاكستنسر برزت تمام فمن برزت هاي العضل الاكستنسر صارت تكو منطقة مثلثة منطقة مثلثة depression اها triangular depression طسة مثلثة هاي الطسة المثلثة وانت تواجد بالقفل بالدورس زين بالنوس لو ميديا لو لاترال لأسين بين اللاترال فموجودة بالبوستيرولاترال اها يعني بالجزء اللاترال والخلفي للهانت تمام بين الفيرست متاكاربل وبين الرست وبين هاي العضل الاكستنسر هاي شنسميها anatomical snuffbox دكتور شن يعني snuff snuff على قولة المصريين الحشيش هذا اللي هو جزء من التبغ اللي هو يلف بيدة جقارة وهو اللي صنحها تمام اي اني ما عندي خبرة ان شاء الله فما احرف هو شي سميه بس هي هاي الفكرة وصلت لنا لس اذكر اللي هو من وصاف الدكتور فهدول المصريين من يقعد يلف هاي الحشيش ويلف دائر مدير هالجقارة هيا حرفين يسموه الحشيش فهذا snuff وين الفكرة ها مسبقا كانوا يخلون snuff ماكوش يسمى ورقة دولار ما وين كانوا طاقين فشان يخليها هنان على هاي المنطقة و رأسا استنشغها واللقصة الامة والاخدفن وربع مثل هاي التربيعة واللقصة الامة التدخين اوهنا متدخين تعتبر التحشيش تمام مخدرات يعني زين راح تقول دكتور زين هاي مقديمة لسا نشوفها بالافلام ايه مشكلة ترى يا صراحة لسا اوكو جاي يمشون على المنطقة بس الاغلبية يقل لك انه قديما تمام ما كانوا يقدرون يخلون المخدرات على فد سطح حفلات او على فد كتاب او على فد كذا فشان يخليها على هاي المنطقة فلذلك شي سموها هاي المنطقة سناف بوكس فكلمة سناف هي جاية من هذا المخدرات اللي كانوا يستنشقوه من هذا الحشيش تمام هاي كأناتومي امتداداتها هاي شنو تمام لاترالي يعني هذا جاي شوف هذا البروز هذا البروز هي العضلة الاكستنسر الاكستنسر والعضلة الابدكتر لان انت من جيه ثنيات الاصبع مالتك بهي الشكل حتى تبرز المثلثة انت شغلت عضلت الاكستنسر تمام هسا الكل اريد الاصبع مالتك يسوي اكستنشن وابدكشن كلش قوي حركة الاوكي سوي حركة الاوكي بس بشكل كلش قوي تمام هيش اريدك تمد الثمب مالتك وللخلف اكثر مو شفتوا هذا الخط شون برز هذا التندن اي هو هذا التندن هنا هو هذا التندن تمام هذا التندن مالياه هو مال اكستنسر بوليس يقل لك بصفة ايضا الابدكتر همي ساهم هسا هذا الجزء اللاترال من المثلث هذا الخط مال المثلث كمال زين الجزء الميديل مال المثلث الجزء الميديل الجزء الميديل هو الاكستنسر بوليس لونغس بي كيرفول لانك وعدك جزئين من العضلة اكو اكستنسر بوليس بريفس هذا اللي صاير لاترال واكو اكستنسر بوليس لونغس هذا صاير ميديل حلو دكتور وبالنسبة للارضية هاي المثلثة القاعية نقول عليها تمام شن طبقيها سيراميك شنها لا عظمتين سكافويد وترابيزيوم اول عظمتين اول عظمة من المجموعتين اول عظمة من المجموعتين تمام سكافويد والترابيزيوم هس عرفنا لاترال وعرفنا الميديل وعرفنا الفلور شن الكونتنت يعني شن اللي يمر صاروا تدلل view اوكي وين هس احنا تمام هاي هسا هاي الصورة ندور على الانتوميك الاسناف بوكس هس رح يجي طالب يقول لا محمد جايسة ومو هنا احنا اتفقنا موجودة خلف وارد عفية بالخلف اي صار هاي المنطقة المثلثة تمام هاي المنطقة المثلثة اي حلو زين اوكي هذا الاكستنسر بوليس اس لنقص اللي قلت لكم عليه تمام اللي هو صاير ميديل وباعه هنا لاترال شوفوا هايش هنا من صاير المثلثة مو صحيح زين فهاي هي هنا اللي هو عندك الاكستنسر شوفوا اللاترال اللاترال مشكلية منه الاكستن الابدكتر بوليس اس لنقص والاكستنسر بوليس اس لنقص بينما جزء الميديل من العضلية هو الاكستنسر بوليس اس لنقص فأدري هي شبشت بس بي كيرفل تمام اهم شي انه تكون يا بشنو اهم شي انه تكون بي كيرفل زين دكتور شين اللي يمر بهاي المثلث دباو عليها عندك اهم شي ش موجود موجود هذا الشريان وموجود هذا العصب هذا الشريان وهذا العصب صحيح والله هذا الشريان يا هو ريديال ارتري وهذا العصب هو الجزء السطحي من الريديال نير انسميه سوبرفيشال برانش اوف دريديال نير فانا سأجاعد لك ياهن حتى تطلع من الفيديو مسيطر وما لا داعي تراجع وراي هسا هذه المثلثة تمام من نجي هسا هنا نريد نسوي خل نوصل للفكرة من تجي هسا هنا ثنية الاصبع مالتك او سحبت الى الخلف وبرزو هذول تو تندنس فاذا اجي ارسم لك هياها حتى ما تنساها اذا اجي ارسم لك هذا المثلث تدلل تمام هي تصير هي تصير حل هذا المثلث شو تشوف الجانب اللاترال مالتك تو تندنس تو تندنس اكستنسر بوليس برييفس والأب دكتر اهام بينما الجانب الميديل اكستنسر بوليس لونغس حلو الفلور مالتك القاعية هذن العظمتين الاسكافويد والترابيزيوم ودكتور بالنسبة للكونتنت والله جايشوف شريان كبير وبالاضافة الى عصب هذا العصب هو السوبرفيش البرانش وهذا الشريان هو الريديال ارتري هاي اهنان الفكرة ازين هسا كمنا الثنر وعرفنا بالخلف ومنطقة مهمة نروح المن للهايبو ثنر يعني منطقة الاصبع الصغير انه توجد ثلاثة عضلات تمام توجد ثلاثة عضلات اللي هي مسؤولة عن حركة الاصبع الصغير فموجودة بالليتل فينجر اللي هنه شنو نفس الفكرة همين اكو ابداكتر واكو فلكسر وكل اوبوننس بس شن يم لبهام شنصيح شننصيح بولوسس بولوسس هسا شنقول عليها ديجيتي منمي شوف انا من علمتك هسا كل عضلة واسمها يشير المن بعد ما تنساها بطل مني يجيب لك بالامسكيو او اي كيس يجيب لك طار البولوسس يعني يم الابهام ومني يقل لك ديجيتورم يعني يم الاصابع الاربعة ومني يجيب لك طار ديجيتي منمي يعني الاصبع الصغير اذا توجد ثلاثة عضلات اثنين هن يطون الاصبع الصغير فنقول عليها ابوننس ديجيتي منمي وفلكسر ديجيتي منمي وكو عضلة هي شنو تحاول تبعد الاصبع الصغير يعني مني تريد هسا سوي تمام مني تريد سوي لابدكشن فنقول عليها ابدكتر ديجيتي منمي تمام هذن كل هن من اللي يغذيهن شتفقنا جماعة الثنر اللي بهامية هو ميديا نير وربطناها بحالة كاربل تنل سندران هاي هنا منه ألنر نير ألنر نير تمام ألنر نير هاي هنا الفكرة زين ولذلك هابو ألنر نير من ينظرو شتفقنا تجي ايد المخلب لأن يبقى مشنوط الاصبعين بالذات هذول الثنين الرابع والخامس فتجي ايد مثل المخلب نقول عليها كلوهاند ديفورمتي تمام هاي هنا الفكرة خلنا نؤخر الرسم اوكي تمام clear all drawings زين هاي هنا الفكرة تمام اوكي خلنا نؤخر هاي بالمارس بريفس زين هاي هذن اللي مرتبطات بالأصبع الصغير اب دكتر ديجي تي مني هايت وعندك هنا اللي هو بالنسبة للأبوننس ديجي تي مني تمام وبالنسبة للفلكسر ديجي تي مني دكتور راوينا الحركة مالتهم شوف هاي من تريد هستة هنان اش اتفقنا من تريد تطوي الأصبع الصغير تريد السوي لبندنج نفس الابهام عضلتين وحدة فلكسر ديجي تي مني وحدة أبوننس ديجي مني تمام هاي هاي هنان الفكرة من اللي غذيهن ال ulnar nerve من اللي غذيهن deep branch of the ulnar nerve زين هاي بالنسبة لل hypothyner هاي كلا جاي نحشي على الانترينزيك muscles of the hunt كمنا الثينر كمنا الhypo ثينر الروح المن قلنا عضلة مميزة مرتبطة بالثمب تذكرون بس قلنا هي خارج منطقة الثينر لذلك مااخذناها ضمن الثينر شنها عضلة سوي الدكشن للثمب عضلة سوي الدكشن يعني احنا شنو قلنا كلمة ابداكشن ابداكشن يعني تباعد تمام يعني تباعده عن جماعته شكه عضلة تباعد الاصبع عن جماعته نقول عليه ابداكتر فاللي من نريد أسوي من نريد هسه هذا أصبعي بعد عن بقيت الأصابع الأربعة من أجي أريد أفارقة يزاع لهم ويبتعد يعني أثني لهنانا تمام أثني لهنانا أباعد أود الاصبع لهنانا هاي شنسميها بينما الأدكتر يعني شنو الأدكتر يعني تسحب الأصبع إلى جماعته فلذلك شوفوا هاي العضلة من شكلها أنت رح تقدر تتخيل الأكشن مالتها هاي العضلة اللي موجودة اللي ممتدة بشكل أفقي مرتبطة بالثم فمن تجي تتقلص شو رح تسو رح تسحب لاني العضلة من تتقلص شو سو تسحب مو تدفع تسحب فرح تسحب الثمب إلى الأصابع الأربعة فصار صار فنسميها الدكتر بوليسيس الدكتر بوليسيس الدكتر بوليسيس هاي مثل ما جاي نشوف أنه بيها جزئين تمام جزء أفقي وجزء مائل أها هذا الجزء الأفقي وهذا الجزء المائل نقول عليه الأبليك فالجزء الأفقي تمام المنشأ مال تمنيين بالثيرد متكار بالبون بالجزء الأمامي بالأنتيريار أسبكت بينما هذا الأبليك هذا الأبليك فجاي نشوف ه إنه ما أخذ ما أخذ الكابتات وما أخذ همين السكند والثيرد متكار بالبون زيان مقابل المتكار بالبون إذن ما أخذ الكابتات والسكند والثيرد متكار بالبون لكن كلهم بالأخير رح يلتقون بنفس النقطة الترانزفيرس كلهم الانسيرشن مالتهم يعني وين نهايتهم كلهم بالأخير رح يرتبطون بالجزء الميديل بالجزء الميديل of the proximal phalanx لين جاي يشوف مو هذا الفيرست متاكارب البون وهي السلامية القريبة والسلامية البعيدة مالبهام فهم مرتبطين بالجزء الميديل بالقاعدة الميديل بالجزء الميديل مالت البروكزمال phalanx القاعدة مال البروكزمال phalanx هاي هنا الفكرة شوية صعبة ولا يهمك هذا المن موجود لات هس نسوي تمام شوفوا هاي هنا الفكرة هذا اللي هو سب النسبة المن هذا اللي هو بالنسبة للا زين لا نرجع الاتتاجمنت اريد هذا نانا اللي هو بالنسبة للابدكتر الادكتر شوفوا هذا الادكتر تمام شوفوا نانا اللي هو الجزء الأفقي الترانسفيرس شوفوا ما اخذ كله الثيرد متاكارب البون بينما شوفوا اللي هو الجزء الابليك شما اخذ ما اخذ السكند وما اخذ الثيرد وما اخذ حتى عظم الكابيت لكن كلهم اللقاء مالتهم وين يكون اللقاء مالتهم بالجزء الميديال of the proximal phalanx مو صحيح؟ بالجزء الميديال ما للبروكزمال phalanx هاي الفكرة بالنسبة لل الدكتر بوليس زين هاي هنا الفكرة تمام زين زين دكتور راوين الحركة ما لل الدكتر بوليس تمام هي هنا العضلة ان حذفته اوكي لكن نوعا ما موجودة شوف الثمب جاي قربة باتجاه الاصابع هاي هنا الفكرة بالنسبة لل الدكتر بوليس خوش سوري بس اللي وقف الحركة تمام اعتذر خاف اذا شوفوني انه جايش رحب راحتي وماشي منطلق انا ما حب انه كله طررر تيشبه حيث الطال هاي شون فيديوهات study with me هاي الفكرة هس عرفنا الترانسفيرس هيد والأوبليك هيد من اللي يغذيهم يغذيهم الأولنر نير وشنو يسون حركة الدكشة بقت عضلات بسيطة تمام اكو ما يسمى بالإنتر أوسيس إنتر أوسيس هاي عضلات تمام تربط لي المتكارب البونز ويا الفلنجيز تربط لي المتكارب البونز تمام ويا من ويا الفلنجيز بيها مجموعة دورسل وبيها مجموعة دستل تمام هاي من اللي يغذيها يغذي ليها اللي هو الأولنر نير تمام هذي نشون نقول عضلات حتى من تجد تهنانة من تريد تثني أصبعك شن اللي يخلي أصبعك بالكامل ينثني تمام هاي هي الفكرة المتكارب البونز مربوطة ويا الفلنجيز تمام البروكزمال الفلنجيز عن طريق اللي هو الانتر أوسيس موسيل من اللي يغذيهم الأولنر نير تمام فاينالي هذي هنا خلصنا الثنر خلصنا الهايبوثنر والإنتر أوسيس والأدكتر بوليسس بقي العضلة المجموعة الخامسة من الإنترنزك والأخيرة اللي هي اللمبركل شنو هاي اللمبركل عبارة عن أربعة عضلات يكون امتداتها على الأربعة أصابع دكتور يعني فلكسر ديجيتورم لا ذي تشف لكسر ديجيتورم قلنا تج من الفور آر ما لعلاقة لا هاي أربعة عضلات من شئها حصريا بالهانت امتداتها على هذن الأصابع تمام وموجودة وين موجودة بالبالم موجودة بالبالم أوب ذهانت فش نسميها نسميها هنانا اللي هو اللمبركل مصلز شقد عدت اوكي فور أربعة تاخذ هن هذن الأربعة أصابع شن الفكرة هاي اللمبركل مصلز تسأل نفسك انت هسه ركز وياي من تريد تسوي فلكشن لأحد أصابعك الأربعة مو تحس الأصابع البقية وياك تندمج لذلك حتى مرات من يشوفون فيديوهات عود بالانستجرام فيس هاي مرات ما للتحديات ومالات هل تعلم وكذا بس مراتك ويطلعون على الإجابة ما هدروا وين يرحون يقول لك انه لماذا من تجد تحرك صبعك الثاني أو الثالث أو الرابع البقية الوياة مثل اللي يدنقون مو هي هاي الفكرة انه كلهم مرتبطين بما يسمى باللمبركل مصلز اللمبركل مصلز هاي منفصلة لو كلها واحد كلها واحد كلها واحد بس عبارة عن شنو امتداد مال تندن مال أربطة لكن هنا كل هن واحد فهي هاي الفكرة ليش الثنب مالتك مميز ومعزول انه تقدر حر الحركة تذكر من قلنا امس قلنا انه حتى الجوينت مال تكون حر الحركة مقارنة بهذول المتكاربل جوينت شوية تكون اقل حركة مقارنة بالثنب هنا انا ايضا ضفنا اجابة ثانية للسؤال انه ليش الثنب مالتنا حر الحركة بحيث من اثني ما يميل ويا اصبع ومن ارفعه ما يميل ويا اصبع من نسو اكستنشن من نسو ابدكشن من نسو الى اخري بينما هستجرب على سبيل المثال الاصبع الثاني تمام اي جرب هستانينا شنو سوى اكستنشن بالاصبع الثاني سوى افلكشن وهكذا بقيت الاصابع تشوف انه شنو انه الاصبع الثاني ويا يدنق الرابع الخامس وهكذا لانه الارتباط عن طريق الامبركل موسيلز هاي اخذ تاخذ اللي هو الاصابع الاربعة تمام خلني نجي نشوفهم اوكي تمام اريتهم كلهم يعني المشكلة تمام هاي يوضح الهنانة واحد منهن انتو شوفوا اينانا مثل ما جاي تلاحظون هذاني هاي اخذنا على سبيل المثال اللامبرك المال الثالث هذا اللامبرك المال الثالث تمام شوفوا هاي هنان الفكرة ركزوا لي باعوا شوفتوا شوفوا هذاني هذاني العضلات الصغيرة هذاني العضلات الصغيرة تمام شوف هن اللي مرتبطات تمام اللي ممتدات واصلات للفينجرز هن هذاني نقول عليها اللي هو اللامبرك المصلز تمام هن هذاني هنانا اللي هو اللامبرك المصلز شفتوا فمني يصير رفلكشن شون جاي يصير سوية قدر الامكان ومني يصير اكستنشن لأن هن هذاني مرتبطات على الأصابع تمام أكسو أوكي سوري زين فهذا شوف اللي هو هنا الا السبيل المثال اللي هو ناتف لاكسر ديجيتوروم أوكي اللامبركه الثاني زين هذا هنانا اللامبرك الأل الثاني أي هذا اللامبرك الأل الثاني فهنا كل إن يكون امتداتهن على طول الأصابع يكون امتداتهن على طول الأصابع الهي سبب يصير الحركة نوعا ما متناسقة سوية زين دكتور شين العصب اللي يغذيهم هنانا نختلف نقسمهم إلى الثنين ميديل واثنين لاترال وين الثنين الميديل هذولة يعني بالأحرى هذولة ذولة الثنين الميديل من اللي يغذيهم يا عصب التاميديل تعرفه الألنر نيرف عفية الألنر نيرف الديب برانش دكتورش تليش لحي ديب 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 لأن اتفقنا الألنر نيرف ينطفد برانش اسمه سوبرفيشل يروح يغذي الاسكن الديب هنا يجينا للعضلات وبالنسبة لذول الثنين اللمبركالس اللاترال فيغذي لي ياهم اللي هو الميديل نير فذاك الألنر وهذا الميديل نير تمام يثنن الأصابع يسون نفلكشن للمتاكاربوفالنجيال جوينت وحتى يسون نفلكشن للإنتر فالنجيال جوينت إنه من تريد تمد أصبعك هسا كملة العضلات وغوستها وصارت الأمور باقي الشغلات شربت وهي كمنا العظام والجوينت ساخدناها نأمس إنه أكو مفصل يربط المتاكاربولوية الفالنجيز وأكو مفصل يربط الفالنجيز مع بعضها البعض نقول عليه انتر فالنجيال جوينت هسا نجي للبلد فيزل شنو الأوعية الدموية التي تغذي الهانت طبعا هي بين الألنار وبين الريديال لكن صايرة مثل الشبكة نتورك نتورك موجودة سطحية ونتورك موجودة بالداخل أعمق فش أقول عليها آرش فرح نجي هنا نشوف أنه الأوعية الدموية من تتشابك مع بعضها البعض وتكون نتورك أقول عليها أنستوموس تمام نسمي نتورك نسويها آرش هيا هاي رح نجي هنا نشوفها تمام مبدئيا أنت أريدك تعرف خافي يجيك بالامسي كيو من هو اللي يغذي لك الثمب بشكل أساسي تمام من المسؤول يعني يجيب لك هيت أنه من المسؤول أنه ينقلك الدم إلى منطقة الإبهام سؤال عام بدون أن ندخل بتفاصيل أنت هنا أنا أريدك تربط الإبهام تمام واللاترال سايد من الإندكس يعني الإبهام وهذا الجزء اللاترال ما للأصبع الثاني يعني هاي المنطقة أنت تسأل تقول هاي المنطقة هي مو لاترال إيه لاترال معنات العصب الشريان اللي يغذيها لازم لاترال فيا هو راديال آرتري عفو راديال آرتري بينما عندك اللي هو الميديال سايد بينما الميديال سايد ما للأصبع الثاني وهاي الأصابع الثلاثة البقية من اللي يغذيهم الشريان الميديال اللي هو الأولنر آرتري فتعدك radial artery هي هاي كلمات ما تنسى عظم الradius هو لاترال فلذلك شنو العصب اللي يمشين من radial nerve والشريان اسمه radial artery radial nerve و radial artery هم معروفين لاترال بينما عندك ulnar artery فيغذي لها المنطقة الميديل اللي هي الثلاث أصابع والجزء الميديل من الاندكس حلو سولف للدكتور على تشابك هذه لوعية الدموية اتفقنا قلنا انه اكو ارش سطحية اللي هي هاية واكو ارش شوفوا شلون تكون بالداخل بين المسلز الارش السطحية اللي هي هاية مثل ما جاي نشوفها تمام اللي هي تتكون من تشابك هاي كلش مهم تجيكم بالمسكيو الالنر ارتري الالنر ارتري ويه الـ pulmer branch of the radial artery وضح ليها دكتور تدلل هذا الـ radial artery وهذا هناك اللي هو الالنر ارتري شوف الالنر ارتري مشه واموره اوكي وجاي ينطي branches جاي ينطي فروع تغذي الأصابع تمام لكن الـ radial artery انطفد برانش هنانا جاي نشوفه انطى برانشين برانش راح للخلف وهذا راح يدخل لجوه داخل العضلات حتى يساهم بالـ deep arch هذا بعدين راح نحكي به ورح ينطي برانش هذا الـ radial artery اسمه الـ palmer branch هذا الـ palmer branch من الـ radial ويال الـ ulnar artery راح يصير مثل التشابك فش نسميها superficial arch superficial palmer arch لان هذا الحكي كله احنا جاي نحكي بلبطانة مع الـ hand بلبطانة مع الـ hand هاي هنانا الفكرة زين اوكي تمام هاي superficial palmer arch سورة اذا اعزلها صور مواضحة فخليني جينان نشوف اريدكم تتبعون وياي وتركزون superficial palmer arch تمام باعهم من جاية تمام هاي هنانا من جاية اوكي هلا وخر المسلز بعد شو نقول ما الهداعي حتى شوي يصير احسن السالفة والتندنس همين اوكي وحتى يابا الاعصاب فشوف السنان اللي هو بالنسبة للشسمة الـ superficial palmer arch باعهم من جاية جاية هي كالاتي اجه هذا هنانا اللي هو بالنسبة لمن خلي نخلي باللون الاصفر اجه هذا هنانا اللي هو بالنسبة للـ radial artery radial artery رح ينطيني قلنا برانش بعدين هذا يروح لجوه دي بعدين رح نحكيه في حين هذا برانش اللي هو الـ palmer branch هذا يروح للـ palm هذا رح يتحد ويا من رح يتحد ويا الـ ulnar artery اللي هو مثل ما جاية نشوف فالـ ulnar artery ويا الـ palmer branch ما للـ radial انطوني هذه الشبكة نقول عليها superficial palmer arch تمام شن هاي محتوياته دكتور يعني شن الشرايين اللي رح تطلع منها انا قل لك شريان رح يروح للأسبوع الصغير تمام وبالاضافة الى شرايين اخرى كبيرة تروح للأصابع اقول عليها palmer digital arteries , palmer digital arteries هاي الفكرة ما الهنفد اسم مميز زين سؤلف للدكتور على الـ deep branch على الـ deep arch sorry الـ deep arch الـ deep arch فيناتجة من اتحاد منه radial artery ويدي بـ branch ما للـ alnr يعني axis superficial تمام axis superficial اوكي هلا واخر اسمان هاي الرسمان clear all the drawings هاي deep palmer arch خلق فيها هاي الاخر hide اوكي 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 تمام شفت شون deep deep لان صايرة للداخل بداخل العضلات تمام هاي اللي هو نقول عليها deep palmer arch هاي نقول عليها deep palmer arch منين جاية هذا الـ alnr الـ alnr artery تمام الـ alnr artery رح ينطيني superficial branch وينطيني deep branch هذا deep branch ما للـ alnr يتحد ويامن رح يتحد ويال radial شوفونا أنا اقرأ الاسامي مكتوب بالزوية شوفونا أنا هذا الشريان اللي اشرت عليها لغ في هذا الوريد هذا الشريان اش اسمه اسمه radial يجي هذا الـ radial يتحد ويامن يتحد ويال deep branch ما للألنة شنطاني انطاني شبتش شنقول عليها deep palmer arch deep palmer arch زين دكتور هاي همي ان الشبتش رح تنطيني شرايين ايه طبعا هو الله سبحانه وتعالى خلان حتى تنطي شرايين شنو هذين الشرايين انا قلك شرايين تروح للمتكاربل فنقول عليهم palmer metacarpal arteries وشرايين ثلاثة رح تروح الى الباقي اصابع فنقول عليهم ثلاثة perforating branches متفرعات ف three palmer metacarpal arteries with three perforating branches يعني متفرعات تمام بالاضافة الى اكو two vessels هاي يعني two vessels مميزة تمام تروح لكن هذين راح نناقشهم dorsally بلقوا فما للهاند تمام هذين راح نناقشهم dorsally وين هن دكتور dorsally هسا كمنا اعتقد بالنسبة للpalm of the hunt حتينا بالبطانة الشراين الشراين الشرائين الشون مقسمة superficial palmer arch و deep palmer arch هسا راح نروح المن راح نروح للدورسام الدورسام ما بي شبكة سطحية وشبكة عميقة هي شبكة واحدة موجودة بقفة الهاند اقول عليها dorsal arch او dorsal carpal arch تمام هاي ناقش الفكرة dorsal arch ازين خلينا نعرف اينان اللي هو بلا زحمة هاي سالفة dorsal arch شن الشراين اللي موجودة بيها تمام اولا dorsal carpal branch dorsal carpal branch اللي هو هذا 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 حتى يروح المن يروح للكاربل تمام حتى يتصب المن هنان يدخل من خلال dorsal carpal bones تمام بقفة ويبدأ هنا رح ينقسم المن يبدأ هنا رح ينقسم الى شراين شوفوا هنا نباعه dorsal carpal artery شوفوا شلون رح ينطيني شراين صغار حتى تروح لل dorsal metacarpal حتى تروح للمetacarpal bones فش نقول عليهم dorsal metacarpal arteries ادري شوية شبشة الاسامي بس انت تقدر الاسم تفهمه موت حفظه انت ستا مو عندك جانح تشب قفة الهانت لذلك كله رح نقول dorsal 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 لقدام في الاسم الاول dorsal او palmer حسب المنطقة الاسم الثاني حسب الجزء اللي جاي يغذي رايح للمetacarpal اذا dorsal metacarpal رايح للكاربل هاي الفكرة فالشريان يمي الكاربل بونز وجاي نحجي السحنة dorsal اذا dorsal carbal artery هذا يمشي شوفه يمشي medially باتجاه الاسبع الصغير medially وينطيني شرايين تروح للمetacarpal فنقول عليهم dorsal metacarpal arteries تمام dorsal metacarpal arteries اوكي واكو شريان ينطي على حدة مميز تمام اللي هو شريان هذا يروح للابهام هذا شنقول عليه first dorsal metacarpal artery first dorsal metacarpal artery هذا يغذي الابهام ويغذي حتى الاصبع الثاني حتى الاندكس حلو بالاضافة الى شرايين اخرى نقول عليهم اللي هو البرينسبس بوليس artery و ريدياليس اندسي artery خلصت السنان اللي هو بالنسبة للارتري نجي هسا المن نجي هسا للأوردة تمام اللي هي الأوردة اللي جمع الدم الشريان هو اللي يغذي المنطقة بالدم والأوردة التي تجمع الدم والتي تودي للهارت حتى يصير بعدين يروح الى الدورة الدموية الرئوية حتى بعدين ينقل للرأة حتى يصير بأوكسجنيشن يلم أوكسجين ويرجع القلبي ضخلي ويودي للقلب ويرجع بأوكسجين والوريد يودي والشريان يجيب الوريد يودي والشريان يجيب هاي هنالفكرة زين الأوردة اللي موجودة بالهاند نقسم هن ثلاثة وريدين كبار سيثالك وباسلك وكلش مهمين وبالأضافة الى مجموعة من الأوردة الصغيرة تجمع الدم سطحيا أقول عليها سوبرفيشيال فينز سوبرفيشيال فينز تمام شنن الدكتور هذن سوبرفيشيال فينز هذن أوردة صغيرة تجمع الدم دورسلي من المتكارب البونز منيين تجمع الدم دورسلي من المتكارب البونز شنن شنن عليها سوبرفيشيال فينز سولف للدكتور على الوريدين الكبيرين أي نعم سفالك والباسلك هاي كلش مهمين يجيكم بالأمسكيو يقل لك تعدك اثنيا واحد ميديل ولاترال منو اللاترال باسلك تمام منو الشي اسمه سوري منو اللاترال سفالك منو اللاترال السفالك هذا بلا زحم السفالك اللي هو يمشي فوق منطقة الاناتوميكال سناف بوكس ويبدي يصعد يروح باتجاه الفور آر راويني يا دكتور وصار تمام انت ستمن قريت بعد منو احدك رح تقلي عرفت وين التأشير أي وداتك تدلل تمام بس خلي سوري هنا اوكي الدورسل زين هذا هنا اللي هو السفالك لا ترى لوم ولا ترى لا ترى دكتور هذني الاوردة الصغيرة هذن شنقول عليهم السوبرفيشل تمام هذني اوردة سطحية يسموه متاكاربال ودورسل ديجيتال يقل لك ما لدى عن ركز هن كل هن اوردة سطحية بعدين رح تجمع لك الدم وبوريدين كبيرين تمام اللي هو شنقول عليها سفالك وهذا دكتور بالنص اكسساري سفالك اذن هم يعتبر سفالك فانت عندك وريدين كبيرين واوردة سطحية نركز على الوريدين الكبيرين سفالك وباسلك هذا السفالك يمشي لاترال فوق منطقة الاناتوميك الاسنابوكس وبالنسبة للباسلك هذا يمشي ميديلي يجمع الدم من الميديا المال الهاند وبعدين يمشي ميديلي يصعد فوق باتجاه الفور هذا هو بالنسبة لأوردة الهاند بقة الأعصاب واحنا الأعصاب حجيناها بالكامل بمحاضرة النيرف انجري من اتفقنا أنه توجد ثلاثة أعصاب العصب الأول الألنر والثاني الميديا والثالث الريديا بالنسبة للألنر يغذيلي اللي هو كل عضلات الانترنزيك كل الانترنزيك اللي هو يا هو تمام اللي هو عندك بالنسبة للأدكتر بوليسيس بالنسبة للأدكتر بوليسيس من اللي يغذيهم الميديا النيرف فهذا يجي بالأمسي كيو أنه كل العضلات الانترنزيك ما للهانت المسؤولة عن حركة أغلب الأصابع من اللي يغذيها الألنر ما عدا منطقة الثنر ما للأصبع الابهام وحجينا قلنا اللامبركال نقسمها ثنين ميديا وثنين لاترال عفية الثنين اللاترال ما للامبركال هذول من اللي يغذيهم الميديا النيرف هايا حتشينا شنو هايا حتشينا كموتور وبالنسبة للرايديال نيرف تمام الرايديال نيرف راح دكتور شو تتقلي هذا أمسي كيو حلو دكتور شو تت الرايديال نيرف ما جبتلي على طارية بالعضلات تمام أي لأني غذي سكن هنا تركيزه هو حيكون على السكن بري أمبورتن هنا تركيزه وين يكون على السكن يعني ما إلى أي علاقة بحركة الأصابع تمام ما إلى أي علاقة بحركة الأصابع إذن ها سينا إذا نجي اللي هو ذات ريد ألخص لك هياها تدلل تمام نسوينا في التلخيص حلو اللي يريدي سكرني سكرني إذن يجي السنان اللي هو بالنسبة للموتور الموتور أوف هاند حركة الهاند الأصابع وإلى آخره زين منه عندك أولا الألنر نيرف شبيه الألنر نيرف يغذيلي أول خليك تب عدل الألنر نيرف خاف إذا تردون السكر نوها فالألنر نيرف شبيه يغذيلي أول انترنزيك مصلز كل المصلز اللي إحنا حتشيناها بالهاند كل الانترنزيك مصلز اللي حتشيناها بالهاند يغذيها الألنر نيرف إكسبت ما عدا إكسبت ما عدا أولا الثنر مالات الإبهام يعني الثم وثانيا اللي هو منه ثانيا اللي هو التو التو لاترال لمبريكالز هذول منه اللي يغذيهم هذول يغذيهم اللي هو الميديان الميديان نيرف زين ودكتور بالنسبة لل ريديال ريديال نير ريديال نير ريديال نير تذكرون من قلنا يسوي اكستنشن للرست ولذلك ريديال نير مضروب يجون عدهم رست درو بس لا علاقة بالأصابع لا ما لا علاقة هذا بالنسبة للموتور بالنسبة المن بالنسبة للسامسوري تمام تذكرون من قلنا قلنا اللي هو الأصبعين اللاترال الأصبعين الميديال سوري الأصبع الصغير والجزء الميديال من الرابع من اللي يغذيه موجه وقفة بالمر ودورسل الألنر نير هاي السنسيشن الأول كمل زين دكتور وبالنسبة للميديان الميديان يغذيلك الأصابع الباقية من الناحية البالمر زين دكتور ودورسل دورسل يغذيلك بس الفوق الحواف دورسلي إذن الأربع أصابع بالمري يعني البطانة مالتهم ومن القفة بس الفوق من اللي يغذيهم الميديان نير والريديال الريديال ياخذ لك هذا الباقي اللي هو الدورسل القفة مالذول الثلاث أصابع عدل الجزء العلوي مالتهم من اللي يغذيليهم الريديال نير هسه كمل السنسيشن وكمل الموتور وانت هسه اتصرت فتشي بالنسبة للهانت الى احد هنا وانتهت هنا اللي هو بالنسبة للمحاضرة اي احد عدى اي سؤال يدلل ويؤمر امر وان شاء الله بالامتحان كل الزيان موفقين جميعا وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة